موسيقى نصف عاما آخر مر على المقدسيين لم يكن مختلفا عما سبقه من الأشهر الماضية إجراءات احتلالية قاسية على كافة الأصعدة واعتداءات مستوطنين وتحركات مدعومة بحكومة يمينية وصفت بأنها الأكثر تطرفا خلال النصف الأول من عام 2023 الجاري ارتقى سبعة شهداء فلسطينيين في مدينة القدس 12 شهيدا مقدسيا ما زال محتجزا في ثلاجات الاحتلال 1798 حالة اعتقال بينهم 29 طفلا أقل من جيل 12 عاما وأربعمائة وتسعة فتيا 60 سيدة بينهم أربع فتيات 27 مقدسيا حولوا للاعتقال الإداري 16 حالة اعتقال لأسرى محررين 877 قرار إبعاد 96 عملية هدم أو إغلاق منازل في القدس بينها 31 نفذت ذاتيا بأيدي أصحابها إصابات برصاص الشرطة والمستوطنين حجز أموال الأسرة بقرار من وزير الجيش إغلاق منازل الشهداء عدي التميني خيري علقم وحسين قراقع أما في المسجد الأقصى فاستمرت الانتهاكات والاعتداءات من قبل سلطات الاحتلال ومستوطنيه من اقتحام وزراء الاحتلال وأعضاء كنيسة رفع علم الاحتلال أداء طقوس علمية هتافات عنصرية اعتقال مصلين والاعتداء عليهم مصادرة لافذات إخراج المعتكفين إخلاء المصلة القبلي حصار ومنع دخول للأقصى محاولة إدخال قرابين تحطيم نوافذ قنابل صوتية وأعيرة مطاطية وغاز الفلفل في وجه المصلين استخدام العصي والكراسي البلاستيكية والأخشاب في الاعتداء عليهم تنفيذ اعتقالات جماعية وتعمد تخريب محتويات المصلة القبلي إلقاء المصاحف على الأرض وتحطيم محتويات لأيادة طبية الملاصقة للمسجد قطع صوت الآذان تزامناً مع احتفالات في ساحة البراق لإحياء ذكرى قتل إسرائيل واعترضت شرطة الاحتلال طريق السفير الأردني غسان المجالي خلال دخوله المسجد الأقصى وطالبت شرطة الاحتلال من المحكمة تمديد أمر إغلاق مصلى باب الرحمة بحجة أنه مكاتب تستخدم كمقر للأنشطة التحريضية وأجبرت بلدية الاحتلال أهالي بيت صفافة على إزالة قبة مسجد الرحمن لتقصير ارتفاعها وتغيير لونها من الذهب إلى اللون الفضي كشرط لعدم هدم الطابق العلوي للمسجد والقبة أما الانتهاكات بحق المسيحيين لم تنتهي أيضا فقام المستوطنون بتحطيم شواهد قبور في مقبرة للمسيحيين واقتحام الكنائس مهاجمة مواطنين مسيحيين والبسق عليهم تحطيم تماثيل أما الشرطة ففرضت قيودا على دخول المسيحيين لكنيسة القيامة في سبت النور وسيطرت بلدية الاحتلال على قطعة أرض في بلدة العيسوية بحجة المنفع العامة ومنعت اجتماعا للجان أولياء أمور الطلبة في مدينة القدس وفي انتهاك لحرية الصخافة اقتحم رجال مخابرات الاحتلال شركة مارسيل للإنتاج في بيت حنينة وسلمت الإدارة والموظفين استدعاءات للتحقيق بحجة تقديم خدمات إعلامية لتلفزيون فلسطين فيما اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى المقاصد ثلاث مرات ولم تسلم زينة رمضان من الاعتداءات فقامت قوات الاحتلال بتفكيك الزينة المعلقة في إحدى حارات منطقة باب حطة بحجة تعطيلها الرؤية على كاميرات المراقبة التابعة للشرطة كما طالبت أهالي باب السلسلة بتغيير ألوان مصابيح الإضاءة بحجة أنها بألوان العلم الفلسطيني كما قمعت قوات الاحتلال وقفات ضد قرار إخلاء عائلة غيث صبلبا من منزلها في القدس القديمة وفي ذكرى يوم توحيد القدس استباح عشرات الآلاف من المستوطنين مدينة القدس بمسيرتهم السنوية رقصة الأعلام وتعمد المستوطنون تردد الشعارات العنصرية التي تدعو إلى قتل العرب والمسلمين وشتم النبي محمد عليه السلام واعتدى عشرات المستوطنين على التواقم الصحفية بالزجاجات والعلب الفارغة والعلب المليئة بالحجارة والأتربة والكحولة وعصي الأعلام مما أدى إلى إصابة العديد منهم بردود مختلفة وعمى الإضراب الشامل في المدينة خلال النصف الأول من العام الجاري ليومين أحدهما احتجاجا على سياسة الهدم وملاحقة الأسرة والأسرة المحررين والتنكيل بأهالي مخيم شعفات وعناتا بإغلاق الحاجز والآخر تنديدا بمجزرة نابلس اشتركوا في القناة